ثاني ايام زيارة العمل التي يقوم بها جلالة الملك محمد السادس نصره الله للولايات المتحدة الامريكية تميزت باستقبال جلالته بالاقامة الملكية بواشنطن لكاتب الدولة الامريكي في الشؤون الخارجية جون كيري وكاتب الدولة الامريكي في الدفاع شاك هاجل بعثة الاولى والتفاصيل الاقامة الملكية بواشنطن استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله كاتب الدولة الامريكية سيد جون كيري وكاتب الدولة في الدفاع سيد شاك هاجل وذكر بلاغ للدوان الملكي أن مباحثات صاحب الجلالة مع المسؤولين الامريكيين الساميين تمحورت حول تعزيز علاقات الصداقة العريقة والتعاون المثمر بين البلدين وكذا مواصلة تنسيق التشاور حول مختلف القضايا الثنائية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ويأتي هذا الاستقبال الملكي في إطار الزيارة العمل الرسمية التي يقوم بها جلالة الملك حفظه الله للولايات المتحدة الامريكية والتي سينعقد خلالها لقاء رفيع المستوى بين جلالة الملك والرئيس الامريكي باراك أوباما حضر هذا الاستقبال عن الجانب الامريكي السيدة بيت جونز مساعدة كاتب الدولة في الخارجية والسيد بريم كومار مدير قسم الشرق الأوسط والشمال إفريقيا بالبيت الأبيض والسيد ديريك شولت مساعد كاتب الدولة المكلف بشؤون آسيا والمحيط الهادي وحضر الاستقبال عن الجانب المغربي السيدان طيب الفاس الفهري مستشار صاحب الجلالة وصلح الدين مزوير وزير الشؤون الخارجية والتعاون